اشتركوا في القناة موسيقى أحباء المشاهدين في كل مكان في العالم برحبكم أرواح ترحيب في اسم الرب يسوع المسيح وحلقة جديدة حراسة على الأسوار والنهاردة جينا نحرص ونرفع يدينا ونصلي ونتشفع لأجل شعوب مسكينة فقيرة لا تعلم شيء عن الله العظيم المحب الفادي ويشرفني يكون النهاردة معنا في الحلقة غاني عن تعريف الأسيس كاتو داود أهلا بك أسيس كاتو أنا سعيدا حضرتك معنا غاني أخت سالو أنا كمان كل مرة بنتقابل ونخدم الرب مع بعض ببركة جبيرة جدا جدا ونصلي يكون وقت ممتع جدا للسادة المشاهدين وناس كتير تتلمس بحضور الله وبالحق الكتابي اللي هنكون بنشاركه معكم النهاردة أمين في اسم الرب يسوع معنا ضيف رائع هنتعرف عليه بعد شوي أحباء المشاهدين النهاردة هنتكلم عن اللا دينيون في العالم الناس اللي ليس لها دين الناس اللي عايشة كده لوحدها في الطل تفعل ما تشاء وما تريد وما تستهوي علشان عارفين علشان إيه؟ علشان ما يكونش عندهم وخز في الضمير وتأنيب في الضمير وهنا قواعد وأخلاقيات يلتزموا بها هم عايزين الالتزام وللأسف دي تالت فئة في العالم من حيثه العدد يعني المسيحية أكبر عدد الإسلام بعدها اللا دينيون المجموعة التالتة في العالم التي ليس لها دين طب وإيه الهدف بتاعهم؟ الهدف بتاعهم أن أنا مسؤول عن حياتي مسؤول عن مستقبلي مسؤول عن مصيري الأبدي أنا المسؤول أنت المسؤول؟ آه فده بيفكر هو بالطريقة دي طبعا عدت أقرأ عنهم حاجات تكسر القلب الناس اللي اللا دينيون أو الشخص اللا ديني لا يؤمن بوجود الله هو يختلف عن الملحد لا يؤمن بوجود الله أنه آه هناك في قوة عظيمة في العالم ماشي في قوة خلقة العالم ماشي إيه هي القوة ما يفرقش معايا مش عايز أعرف خلاص؟ لكن الملحد بيقول لا لا يوجد إله إحنا خضعين لقوانين الطبيعة خلاص فالملحد بيجزم أنه لا يوجد إله وأنه يخضع لقوانين الطبيعة لكن اللا ديني بيقول آه في قوة لكن إيه هي معايا القوة دي ما تفرقش معايا عدم الجزم بوجود إله 16% من سكان العالم هم لا دينيون بمعدل مليار واثنين من عشرة في العالم مليار واثنين من عشرة في العالم على فكرة دي مسؤولية كل أولاد الله الحراسي على الأصوار إن الناس دي يعرفون الله الحي الحقيقي ويؤمنون بيسوع الذي مات لأجلهم وقام أنواع اللا دينيين دول ليهم أربع أنواع في جماعة اسمها اللا أدرية جماعة اللا أدرية ليس لهم أدلة كافية عن وجود إله في الكون إحنا ما عندنا أدلة كافية تقول إن في إله في الكون لأن هما ما أرواش المكتوب هما لو أروا الكتاب المؤدس وأروا العهد الأديم كانوا عرفوا كل حال ليس لديهم دراية عشان كده اسمهم اللا أدرية مش دريانين الجماعة التانية اسمها الجماعة الربوبية يؤمنون بأن هناك قوة أوجدت العالم والكون لكن لا يدركون شيء عن هذه القوة جماعة الربوبية اللا أدرية مش دريانين بحاجة لكن الربوبية هناك قوة هي التي خلقت العالم والطبيعة لكن لا ندري عنها شيء من ضمنهم جماعة الملحدين الذين لا يؤمنون بإله أو أي معتقد خارق قوانين الطبيعة برا الطبيعة ما فيش حاجة تانية في جماعة لا اكتراسية الجماعة الرابعة عدم الاكتراس بوجود أو عدم وجود خالق في خالق ما فيش خالق شيء مايفرقش معي أنا لايفرق معايا شيء أسباب اللا دينية زي ما قلت الهروب من الشعور بالذنب والحاجة التانية حتى لا يكونوا فيه هناك قيود في حياتهم مش عايزين قيود مش عايزين حد يقولنا ده صح وده غلط ومش عايزين نشعر بالذنب عشان نبقى مستراحين لا يؤمنون بالمعجزات دوران الشمس الأرض حوالين نفسها دوران الأرض حوالين الشمس الحاجات دي كلها هما مش مقتنعين بيها وما أروش الكتاب علشان الأرض كروية الأرض دائرية مش عارفة إيه الحاجات دي كلها مش في ذهنهم كتير في حين هما لو أروا العهد الأديم واتقال عن الله الراسم دائرة على وجه الغمر دائرة أجلس على كرة الأرض الحاجات دي كلها قبل ما يكتشفوا كروية الأرض كانت مكتوبة في كتابنا العظيم هم ما يحبوش الأديان لأنه بيعترضوا على سبي النساء وانتهاك أعراضهن كما في الإسلام بيحدث وفي المعجزات اللي بيسمعوا عنها بيتخيلوا إنها أساطير شق البحر الأحمر عبور الشعب شق نهر الأردن أساطير مرة قريت الواحد يقول لما المسيح حول الميا الخمر في حد كان موجود هناك مننا وداء الخمر ده وشافوا هل هو فعلا خمر ولا دي أسطورة عايز أقول له حبيبي يعوزك الإيمان يعوزك الإيمان قبل كده تو ما شك وقال إن لم أرى المسيح وأضع يدي وأصبعي في أسر المسامير لا أؤمن توما توما تلميذ المسيح فرب يسوع قال له لما ظهر لأنك رأيتني يا توما أمنت توبى الذين أمنوا ولم يربوا الحقيقة عندي نسبة كبيرة جدا عن اللا دينيين في العالم أنا هتكلم فيها بعد شوية لكن دلوقتي عايزة أقرأ بعض الأعداد اللي جات في مزمور 14 التلات أعداد الأولى بتقول كده كلمة الله قال الجاهل في قلبه ليس إله فسدوا ورجسوا بأفعالهم ليس من يعمل صلاحا الرب من السماء أشرف على بني البشر لينظر هل من فاهم طالب الله الكل قد زاغوا معا فسدوا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد في واحد ما عندهوش دين ولا ما خاف على الله يعرف يعمل صلاح ويعرف يحيا الحياة اللي فيها قداسة أفتكر 100% لأ رأيك أسيس كاتو موضوع حضرتك اللي فتحتي شائق بس كمان هو حقيقة طبعا وزي ما حررتك ذكرت يعني وقال الجاهل في قلبه ليس إله فالهم الأيثيست أو اللا دينيين دول مجتمع كبير جدا وبيتزايد كل يوم بالضبط ودي أكبر خدعة من إبليس للهروب من الضمير علشان كل واحد يبقى النموس بتاعه وهو نموس نفسه وما يخضعش لأي قوانين أو أي نموس الحاجة التانية إنه لا يعتمد كل حاجة عنده بالفكر والزهن فما فيش روحه مش أكتف فما تقدريش تقنعي حد بالكلمات منهم لو هو بيقول إن ما فيش إله ما تقدريش تقنعي بالزهن إن في إله ذي لأنه هو هتقوله الكتاب مؤدس بيقوله مين قال لك إن أنا بؤمن بكتاب المؤدس أساسا أو مين قال إن ده كتاب من عندي ربنا أو أو فحياتة الزهن دي مقفولة في الجدال والمناقشة صح أنا عارف طبعا ربنا بيستخدم ناس في حاجات اللي هي المباحثات وحاجات زي كده بس أنا شخصيا بعتقد إنه محتاجة حاجة على مستوى الروح طبعا عشان تلمس حياة الناس دي بفتكر حد من أصدقاء كان حد من بناتنا يعني وهز ساتش فيري نايس جاي بس هو إيثيست ما عندوش لا يؤمن ب ما عندوش ديانة يعني وحاجات زي كده بس فطبعا دخلوا في حوارات وجدالات ومناقشات ورح مرة الكنيسة لكن دماغه زي ما هي ما تغيرتش طبعا بس حصل موقف مرة إن مامته عيد قوي ودخلها في عملية خطيرة يعني فاللي عمله إنه اتصل ببنتنا اللي هينفع تصليلي عشان ماما هتعمل عملية وهو إيثيست مجيؤمنش بوجود الله ملحد ملحد فده بقى الحاجات اللي هي بتكلم فيها على مستوى الروح مش على مستوى الذهن فأنا عارف طبعا أنتوا بتقابلوا ناس كتير في علاقتكم وفي حياتكم وللأسف بعض الناس ممكن يكونوا أولادهم كده أنا سمع طبعا أن نسبة الملحدين في مصر واللادنيين من الشباب انتشرت بطريقة غير عادية في السنين اللي فاتت فالنصيحة البسيطة اللي من أب يعني سيمبل إنه لو ما شافوش المسيح فيكم مش فكرة مجادلات ومش فكرة روح الكنيسة ومش فكرة لازم تؤمن بكلمة ربنا ومش فكرة الزق لو شافوا المسيح فيكم وربنا مديكم سلطان روحي على أولادكم يتخطى محدودية الزهن والفكر ودي الحاجة اللي يقدر روح القدس يشتغل بيها إنه يغير إيمانيات أولادكم وأي حد يكونوا محيطين فيه بحيث إنه مش حينفع مجادلات ذهنية لكن ببرهان الروح زي ما قال بولوس الرسول لم نأتي لكم بكلام وحكمة الإنسانية المقنع بل ببرهان الروح وده مفتاح مهم جدا جدا لكل حد بيتفرر علينا النهاردة وخاصة الأباء والأمهات القادر الروحيين اللي عندهم شباب حواليهم مش بيؤمنوا بوجود الله ودي ضربة من عدو الخير علشان حتى إبليس يفرض بيها الأجندة بتاعته في الأيام الأخيرة فلازم تكون عينينا مفتوحة على اللي عدو الخير بيعمله ولينا الحكمة ونستخدم السلطان اللي اللهم ادهلنا إن احنا بحياتنا وبسلطاننا الروحي بحيث الجيل اللي هم اللا دينيين هايشوفوا حاجة مختلفة هايشوفوا حاجة مش قادرين يوصلوا لها بالمعتقدات بتاعتهم هايشوفوا حاجة هيحتاجوها في يوم من الأيام وهو شخص رب يسوع وعمل الروح القدس ودي حاجة على مستوى الروح لما بتكون نشيطة في حياتنا وفي سلوكياتنا وفي كلماتنا وفي إيماننا هم حيشوفوا كده وحيتشوقوا لكده وده حيكون لي نفوذ سلطان أعلى بكتير جدا من الفكر العقلي والمعتقد اللي هما بيفكروا فيه طح يسألون عن سبب الرجاء الذي فينا بدون كلمة من غير ما نتكلم بيكون هو بس أعرف كمان كنت برضو بقرأ عن نظريت الكون يعني الكون اللي اللي معقد في تكوينه ده كله يعني الطبيعة خلقت نفسها الشمس خلقت نفسها حاجة فعلا يعني أبسط قواعد التفكير هل الشمس خلقت نفسها هل لما الله وضع للبحر حدا لا يتعداه طيب ممكن البحر كان أكل الدايرة دي الكرة الأرضية كان ممكن راحت خالص يعني طيب الإنسان ده مش كتلة معقدة صح هونا كلام مضبوط بالنسبة للتب بالنسبة للنفسية بالنسبة كل حياته مش دي حاجة عايزة وقفة مين اللي خلق الأجهزة بتاعت الجسم وخلها تتناغم وتشتغل بمستوى إيه رأيك يعني ده كلام مضبوط بس العقل والزهن إبليس أعمى أزهان غير المؤمنين مضبوط فبما بيبقى في عمى على الزهن مين يقدر يشيل العمى ده غير رب يسوع المسيح مين يقدر يفتح الزهن مين يقدر يختارق هذا الزهن ممكن أنه دقنع في شخص ساعات وهو يقول لي نظريات وأنا أقول نظريات لكن لو لم يفتح رب الزهن لو لم يكشف رب عن جماله وعن حاجة بعيدة عن اللي بيؤمنوا بيه اللا دينيين مش هتحصل معجزة بس دا إمتى لما أنا أكون مرن وأطلب من رب أن يعمل كده مصبوط؟ دا كلام مصبوط لو أنا طلبت من الرب أنه يعمل كده وقلت له الحقيقة فين؟ عارف كمان من الحاجات اللي قريت عنها النظريات الأخلاقية يعني عدم الكذب وعدم الزنا وقول الحق والسلوك وعدم الباطل الحاجات دي كلها وعدم السرقة وعدم الغش وعدم الاغتصاب منين القيم دي جت؟ منين جت؟ مش جت لأننا تعلمناها من الله القدوس هي كده لكن القيم دي وجدت لوحدها لا لا يا عزيزي دا العالم وضع فيه شرير إنما القيم الأخلاقية والنظريات الأخلاقية كما سلك ذاك هكذا يسلك أولاد الله في هذه القيم الأخلاقية السامية اللي هي أسمى مستوى أخلاقيات في العالم صح والغلق؟ الكلام مضبوط وزي ما حدك قريتي من شوية إن الجميع زاغوا وفسدوا معاً وفسدوا ليس من يعمل صلاحاً ليس ولا واحد الكلام دا تكتب ألف سنة قبل مجيء المسيح قبل مجيء المسيح نبوة كتابها داود النبي في الوقت دا لأن الناس مولودة بالخطيئة بس مش عارفة كده الناس بتحاول أنهم يبرروا موقفهم وفي ناس أخلاقها عالية وأخلاقها كويسة منهم اللا دينيين بس ما همش ما لهمش فين الأبدية بتاعتهم هتبقى لو الكتاب يقول الجميع زاغوا وفسدوا وأعوازهم مرض الله فالأبدية بتاعتهم هتبقى لكن إن إبليس أعمى أذهان غير المؤمنة عشان حتى ما يفكروش الأبدية دي هتبقى فيه طبعاً 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 وليس من أعمال كي لا يفتخر أحد يعني مش لأن أنا كويس وأخلاقي مستقيمة يبقى أنا هروح السماء لا 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 من يؤمن بابن الله له حياة أبدية من لا يؤمن لن يرى حياة أبدية بل يمكس عليه غضب الله الحاجة اللي كمان يعني عايزة أقراها كم عدد من مزمور 19 الأعداد الأولى بتقول السماوات تحدث بمجد الله للي بيقول إن الطبيعة خلقت نفسها السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه يوم إلى يوم يزيع كلاماً وليل إلى ليل يبدع علماً لا قول ولا كلام ما حدش يقدر ينطأ في الموضوع ده لا يسمع صوتهم في كل الأرض خرج منطقهم وإلى أغسى المسكونة كلمتهم جعل للشمس مسكناً فيها في السماوات وهي مثل العروس الخارج من حجلته يبتهج مثل الجبار للسباق في الطريق من أقصى السماوات خروجها دي الشمس ومدارها إلى أقصيها ولا شيء يختفي من حرها زي ما قال السيسكاتو الكلام ده تكتب قبل ما جاء المسيح حوالي ألف سن السماوات هي اللي بتحدث بمجد الله الفلك هو اللي بيخبر بعمل يديه طيب خلينا نطلع نسمع ترنيمة ونرجع نكمل معاكم أحباء المشاهدين اشتركوا في القناة 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 أهلا بيكم مرة أخر أحبان المشاهدين ومعينا شخص عزيز على قلوبنا وعزيز على قلبي جدا الأخ وهبي وليام كامل أهلا بيك أخ وهبي إحنا وستين جدا أنك معينا النهاردة أهلا بيك يخت سلوة أهلا بيك أستيس كاتو سهل جدا أشترك معاكم في الحلقة الجميلة المهمة جدا اللي رب يستخدمكم فيها وقدمته كلمات رائعة جدا ربنا يبرك ناس كتير في العالم محتاج أنها تسمعها صح والنوعية دي فعلا من الناس هو الرب قال إن الإنسان ما لهوش حذر إنه ما يعرفش ربنا في رمية واحد بيوصف النوعية دي اللي هي رفضت الله من تفكيرها ومن حياتها ويعني لم ترضى بمعرفة الله في قلوبها يوصفها بالصفتين رمية واحد واحد وعشرين بيقول عنهم لأنهم لم عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله بل حمقوا في أفكارهم وظلموا قلبهم الغبي هذا حكم الكتاب هذا حكم الله خلبهم الغبي صحي كده المغلق عن معرفة الله وفي عدد اتنين وعشرين بيقول عنهم بينما هم يزعمون إنهم حكماء صاروا جهلاء صفتين صعبين جداً لكن ده الصفات الله والروح القدس وصفهم بينهم الغباء والجهل وزي ما ذكر الأسيس كاتو إن الذين فيهم إله هذا الظهر والسبب إن إله هذا الظهر عدو كل خير عدو كل بر إبليس الشيطان ده فيهم فمش غريب أبداً إن القلب يبقى مغلق الليزين فيهم إله هذا الظهر قد أعم أدهان غير المؤمنين نعم كلمنا الكلام ده في كونستاني أربعة لألا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله والإنسان مش ممكن يعترف بأن المسيح رب إلا بالروح القدس كانش فيه صنارة روحية بالروح القدس الإنسان مش ممكن هيؤمن مش ممكن هيعرف حيستمر في الجاهل بتاعه زي ما ذكرت الأخت سلوف مزنور أربعة فراشر قال الجاهل ليس إله مصبور والستارة دي اللي بيتكلم بيها بتخفي الحقيقة إيه الحقيقة؟ الحقيقة إنهم فسدوا ورجسوا بأفعالهم ليس من يعمل صلاحا حتى لو كان المظهر الخارجي أحيانا خادع ويبانوا إنهم متدينين شكلا ويبانوا إنهم مؤدبين وعندهم أخلاق لكن هذه الصورة كذبة عن الواقع الحقيقي اللي بيخفي كل ما لديهم من زيف أنا عايش في زيف والله دايما بيعطي الإنسان فرصة عن طريق يقزد الضمير حاول بلاطس إنه هو يخفي قساوة قلبه وضميره الملوس واللي بيحاول إنه هو يرضي رؤساء اليهود فبعدما أدان رب المجد يسوع المسيح طلب ما ليغسل يديه لكن يديه آثمتين حكم ظلما على البار رب المجد يسوع المسيح حكم ظلما ووفاهم لما طلبوا إنهم يصلب طلبوا لبرباس اللس أن يخرج حرا بينما يسوع اقتادوه لكي ما يصلب ماذا يفعل غسيل اليدين والضمير الملوس إنه يحكم على نفسه بالدينونة والقضاء الإلهي الذي في يوم لابد أن الإنسان يدان أمام العرش العظيم الأبيض عام كل ما فعله وعم كل ما قرره في حياته حيقف أمام الله مستد الفم أمامه يستد كل فم لأن الله قاضي عادل سيقضي بالدينونة الأبدية على كل إنسان لم يقبل شخص المسيح لم يؤمن إيمان حقيقي بالله واتبع نظريات كاذبة جعلته يحيا في جهل وفي غباء ويسيطر عليه عدوه كل خير ويغلق ذهنه لكن إحنا بنطلب وبنصلي أجل هذه الفاعلة الكبيرة في العالم التي فالدعي الدعاء كاذب لحقيقة الأمر الضمير لما بيستيقز بيعلن للإنسان دينونته الدينونة والموت الأبدي الذي ينتظر أمين هذا هو إيمانه إن الرب يستطيع أن يوجد لهم منفذ للخلاص والنجاة من هذه الدينونة الحتمية التي تنتظر نعم نعم ربنا يباركك يا أخوة بي فعلا ده كلام ألف في المية صح عشان كده عايزين حضرتك تبتدي تصلي معنا لأجل هذه النفوس الضلة لضيعة الذين لا يعلمون ماذا يفعلون ولا يعلمون أن نهايتهم تقترب إلى الجحيم الأبدي عشان كده فكر عزيز المشاهد عزيزتي حبيبة قلبي فكري إن كان ليك الفكرة ده إن كان ليك الفكرة ده أطلب من الرب يصحح فكرك وإمسك الكتاب المؤدس وإقرأ المكتوب هتلاقي هتلاقي كل اللي في ذهنك ده الروح القدو الشاطب عليه ويقولك إركن ذهنك على جنب وابتدي بالإيمان فكر من هو الله الخالق العظيم من بارح كنت بقوله رب أنا بشكرك لأني معرفتك كنز لأني معرفتك فيها السلام فيها الإطمئنان فيها الفرح فيها الرضا فيها كل شيء بيتمناه الإنسان الطبيعي ومش بيلاقيه وبيروح للدكاترة النفسيين وبياخد أدوية عشان يقدر ينام عشان يهرب من عذاب الضمير عشان 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 لكن الذين وضعوا حياتهم بين يدي الله يشعرون أن احنا بنختلف جدا 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 لأن المسيح فيكم رجاء الماجد احنا هنا في سعادة معاه وبعد كده هنكون معاه وجها لواجه تفضل صللنا يا أخوهبي وربنا يبارك حياتك تفضل حليلويا إلهنا الصالح إلهنا المحب نعم الذي أحببت كل العالم بكل طوائفه بكل مذاهبه بكل خلفياته نعم مهما كان الإنسان في بعد مهما كان الإنسان في قساوة مهما كان الإنسان في شر أنت أحببت الإنسان لذلك خلقت الإنسان على صورتك وشبهك لك كل المجد لك لهذا الامتياز لكن بنشكرك رغم دخول الخطيئة إلى العالم بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم وبالخطيئة الموت أكذا اكتزى الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع لكن مبارك اسمك أتيت لنا في ملء الزمان أتيت لخلاصنا أتيت لنجاتنا صلبت على الصليب لكي ما تدفع تمام خطيئنا وتكون الفادي والمخلص لك كل المجد مكتوب يا رب لنا فيك الفداء بدمك غفران الخطايا الباب مفتوح للتوبة الباب مفتوح بكل إنسان يقبل إليك السوع لص على الصليب اللي عاش حياته في كل بحر وخطيئة وجريمة وقتل لما قالك بكلمة أذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك نعم في لحظة في لحظة لم يغير مصاره ولا سلوكه لكن قلت له قال يوم شكرا تكون معي في الفردوس وفعلا سرق في حياته وسرق في مماته الخلاص على آخر لحظة لك كل المجد مستعد أن تقبل كل الضلين وكل الذين في جهل أنكروا وجودك أنكروا خليئتك أنكروا سلطانك لو نظروا لو نظروا إلى الخليئة لما أنكروا هذا السلطان لو نظروا إلى طيور السماء التي لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن والآب السماوي يعوله لو نظروا إلى زنابق الحقل كيف تنمو ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها أنت تعلن عن مجدك في كل شيء في هذا الكون يا سيدنا الرب بنشكرك ونعظمك ونبارك اسمك أنت بتعطي رسالة مكتوب أن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثن بيحجزوا الحق بالإثن بيكذبوا أطوالك بيكذبوا كلامك بيكذبوا كتابك بينكروا صليبك بينكروا خلاصك لكن في يوم إن ما كانش الإنسان يرجع ويتوب وإبل خلاصك تنتظر أبدي أنت قلت عنها رهنة من نار ما كان المعدل لإبليس وملائكته البحيرة المتقدة بالنار والكبرين يا رب إحنا نضب إنقاذ لهذه النفوس بنطلب محاصرة بالروح القدس لهم لكي ما يتوب ويرجعوا إليك يا رب لكي ما يعرفوك أنت المخلص الوحيد أنت خلاصك معلن للجميع يا رب يا رب بارك لهذا البرنامج مبارك على خادمتك الأخت سلوى وخادمك الأسسكات يا رب وبارك كل من يستمع إلى هذا البرنامج في اسم يسوع وأنت تجمع حصات كثير من خلال هذا البرنامج للحياة الأبدية لأجل اسمك العظيم لك كل الكرام والمجد إلى الأبد آمين آمين ربي باركك يا أخوة والربي يستثمر كل فكري فيك لطاعتك شكرا ربي بارككم سعيد أكون معكم والربي يستخدم الحلقة المجد شكرا من قوة القوة ومن مجد المجد في اسمه الرب يسوع شكرا لك شكرا لكم قبل ما رجع لك يا أسيس كاتو حقول النسبة اللي فعلا ما قدرتش أحصرها كلها لكن جبت النسب الأعلى في العالم بالنسبة لله دينين حاجة تكسر القلب بس عايزة أقول كلمة مسئولية كل واحد حارس على الأصوار مسئوليتك تصلي لأجلهم تصرخ لأجلهم الرب يفتح أزهنهم زي ما كان بيقولنا الأسيس كاتو يفتح قلوبهم يخترق أعماقهم ويحولهم من الظلمة إلى النور من الموت للحياة من العبودية إلى حرية مجد أولاد الله قبل أن نسمع ترنيمة سأقول النسب وبعدين نروح لأخونا الأسيس كاتو في بلد أزربيجان 74% لا دينيين تشيكوزلوفاكيا 72% لا دينيين ألبانيا 60% الأرجنتين 30% استراليا 25% بلجيكا 68% كل دين نسب لا دينيين بلغاريا 58% كندا 61% لا دينيين الصين 82% كوبا 64% ألمانيا 59% الدنمارك 83% فرنسا عارفين فرنسا كام 74% 74% آه يا رب هونغ كونغ 74% المجر 73% 63% سوري لا دينيين إيطاليا 30% اليابان 71% المكسيك 31% هولندا 65% نرويج 78% نسب عالية جدا ملايين ملايين لا دينيين نيوزيلندا يا يسوع 67% السويد 88% معظم الناس انجلترا 76% تخيلوا دول أوروبا اللي بدت الإرساليات فيها وكندا بصوا الضياع اللي هم فيه دلوقتي والمنحنى بتاع المستوى الروحي بينزل ازاي عندهم أمريكا 33% فيتنام 44% خلينا نسمع ترنيمة ونرجع مع الأسيس كاتو نسمع منه ونصلي ترجمة نانسي قنقر 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 افكرك عجيبة عن فكري بعيدة لكن بإيماني بسدق في قاق بسط الأوجاع وتلقى التعالى تلتيني نور والوسرقى تفتح أبوال وانا لها وانت القيام قلوب المنوب فيها قدوى الميال وانا لها وانت القيام قلوب المنوب فيها قدوى الميال وانا لها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اكبر نسبتين هذي قلتيهم الدنمارك والسويت فيهم اكتر نسب ناس اثيس لادينيين ودول اعتما انني مكنش غلطان اكبر بلدين تقريبا فيهم نسبة انتحار في العالم يا ياسوع فازاي تقدر تربطي دي بدي I don't know لكن it seems to be يعني روح شيطانية مسيطرة على الناس ونتيجتها ان الناس بتتخلص من حياتها عشان ترتاح بالسهولة دي عشان ترتاح وعشان زيهت من الحياة فاني دول بلدين اغنية جدا مش ناقصهم حاجة الشعب مدلل جدا فزهد من الحياة 88% 1-88% 1-88% انا اسمعت ايه ودول اكبر نسبتين فيهم انتحار تقريبا في العالم ناس بتنتحر يا ياسوع فلانها روح شيطانية روح شريرة ما هيش بس على مستوى الفكر والزهن لا it's demonic ياسوع it's روح شريرة بتخل الناس اعمى ازهانهم صح اله اله هذا الضهر اله هذا الضهر اعمى ازهانهم فبتبقى فيه تأثيرات من ارواح شريرة قيود عليهم بتسيطر على ازهان الناس دي تخليهم لادنين نعم النقطة التانية ان ما ينفعش اروح احارب قوات جوية بعربية طب بمعنى ما ينفعش اواجه اعمال شيطانية بسيطرة على ازهان الناس بمجادلات ونقاش طبعا طبعا ما ينفعش لازم تتواجه بقوة روحية اقوى منها فاللي عايز اقوله لكل الاحباء اللي بتفرجوا علينا لو على اتصال بحد في العلة او لو انت قائد او لو اسيس او 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 وعندك بعض الناس وخاصة من الشباب والنوعية دي يعني عايز اقولك ان ما فيش سكة تاني هذا النوع لا يخرج الا بالصلة والصوم صح فبالتشفع بالصلاة بالتضرع بالانكسار بالانسكاب امام الله انا بصدق وبقوم ان يحصل تحرير ويحصل فك من القيود عايز اقول لحضرتك وحضرتك ان كل ما هو معروض لهذا الجيل ولهذه اجيال والناس اللي بتقوم من كده مش مشبع ومش كافي طبعا وحييجوا في وقت يتزنقوا ودي هتبقى بركة من ربنا لما يتزنقوا وما يلاقوش حد يصرخوا لي زي ما قلت القصة من شوية ان صديق واحد من أصدقاء أولادنا انه ايثيست لا يؤمن بوجود الله لكن من تحتاجت عملية خطيرة جدا جدا في القلب وما كانش عارف انها تعدي منها ولا لأ فراح طلب من حد من أولادنا يصليله فاللي معروض مش مشبع وده عمل بيعمله عدو الخير ايه لكن لما بنصلي نتشفع بنتضرع بنعيش يسوع قدامهم بعد كده احنا بنعمل اللي علينا زي اللي رفعوا المفلوج وحطوه قدام يسوع هم ما قدرواش يشفوه هم واحنا ما نقدرش نغير الفكر والعقيدة بتاعت حد لكن ربنا يقدرش وبإيماننا الله يكرم إيماننا ايه لما رفعوا المفلوج وحطوه قدام يسوع كتاب يقول لما رأى إيمانهم حتى مش إيمانه هو ايه عمل حاجة مهمة جدا قبل ما يشفيه يا يسوع قال له مخفورة لك خطيك خلينا نصدق في كده فأنا عايز أشجع إيماننا عايز نشوف ناس حياتها بتتغير أنا عارف أنه عدو الخير يعني داخل زي ما الكتاب يقول الظلمة تغطي الأرض وظلام ده مثل أمم أما عليك فيشرق الرب بنوره ومجده عليك يورا فكل الناس اللي حواليني خلينا نسللهم خلينا نتشفع من أجلهم عايز أقولك لو ربنا حط في حياتك حد لا يؤمن بوجود الله أو حد بإيده عن ربنا دي مش صدفة ده لأن الله حطك وحطك تكون نور لهذا الشخص وتكون سبب رجاء وتكون أنت زي السلم وتكون أنت واحد من الأربعة اللي رفعوا المفلوج وفتحوا سقف وحطوا قدام يسوع والحاجة الثانية قبل ما نصلي وهقرى كم عدد معاكم لكن بالنسبة لربنا كنت فكر وبقرى حاجة يعني ليه ربنا ما يثبتش وجوده يعني بحاجة قديرة جدا جدا قدام العالم كله بس النقطة اللي عايز أقولها أن من يؤمنون بوجود الله ولن يقبلونه مخلص شخص ليهم ما يختلفوش أي اختلاف عن اللادنيين الذين لا يؤمنوا بوجود الله فالفكرة مش تؤمن أن الله موجود أو لأ لكن تؤمن أن الله يحر فاجر تؤمن أن الله يخفر الخطايا تؤمن أن يسوع المسيح جاء مخلص شخص لي وليك ونقبله ولا لأ قبل ما نصلي حقرى معاكم كم عدد من نفس المزمور الأختنا سالوة كانت بتقرأ فيه وبس شدني كم عدد كده من عدد سبعة وشوف كلمات المزمور ده بتقوله نموسي رب كامل يرد النفس كم نفس ضيعة كم نفس تايها كم نفس فحيرة لكن شوف نموسي رب كامل يرد النفس رستوريشن يعني رستوريشن يعني بتجيب حاجة بايزة ومهلهلة ومصدية ومكسرة ومشرخة وترجعها تاني سليمة ده نموسي رب يرد النفس شهادات الرب صادقة تسير الجاه الحكيم أنا بعتز جدا بالحكمة السماوية ربنا يحول الجاهل اللي في حياتنا إلى حكمة من عنده شهادات الرب صادقة تسير الجاه الحكيم وصايا رب مستقيمة تفرح وتشبع القلب كام حاجة في العالم حولنا بتنكد علينا وتحاول تنكد عليك لكن الكتاب يقول إن وصايا رب مستقيمة تجيب فرح لحياتك وفرح لقلبك وفرح لبيتك وفرح لعيلتك دي وصايا رب أمر رب طاهر ينير العنين ما تمشيش تخبط في الدنيا دي مش عارف بتعمل ايه ما تمشيش تاياه وتتلصم في حاجات وتتوف في حاجات تبقى شايف سكتك وعارف أنت رايح فين مجدا للرب أمر رب طاهر ينير العنين خوف الرب نقي ثابت إلى الأبد أجمل حاجة في الدنيا هي مخافة الرب إنك تكرم ربنا وتكرم اسمه وتخاف ومش تخاف منه لأنه أب لكن ليه هيبة وليه مخافة نقي ثابت إلى الرب أحكام الرب حق عادلة كلها أشهى من الذهب والإبريز الكثير وأحلى من العسل وقتر الشهادة واللوية بقي ديئتين نصلي بسرعة في ديئة يا رب أشكركم لكل مشاهد من أجل عمل نعمتك يا رب من كلمتك الحية من أجل وصاياك من أجل نورك من أجل حكمتك يا رب بصلي أنك تفتح الأزهان تفتح العينين يا رب بصلي تحرير وفك من كل رب شخص بيتفرج علينا أو حتى لو حد من الدائرة بتاعته من أولاده أو من الناس اللي حواليه أثيست لادنين بسأل يا رب أن يحصل فك النهاردة يحصل يا رب فك لأي حصار شيطاني على الزهن وأنت يا رب تفتح الأزهان أنت يا رب تشيل العامة ده وتدي بصيرة من عندك أنت وتفتح أحضانك لكل شخص عايز يرجع لك ويتوب باسم يا سوء المسيح لك كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد آمين أمين يا رب بضم صوتي لإخواتي يا رب في آخر دقيقة في البرنامج وبقولك ارحم 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 الشعوب التيها ارحم العميان يا رب اللي لهم أزان ولا يبصرون يا رب ولهم أذاء ولهم عيون ولا يرون ولهم أزان ولا يسمعون في اسم الرب يسوع اخترق قلوبهم زي ما أخواتي صلوا في اسم يسوع ترائف عليهم ارحم جهلهم فك قيودهم فكوا كل عصابة على عينهم وعلى قلوبهم وحررهم لأنه مكتوب إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا يا رب إن كان وقتنا خلص لكن قلوبنا تتشفع لأجلهم يا رب طوال الأسبوع لتصل إلى كثيرين ألاف ملايين يعرفوك ويختبروك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته في اسم ربنا يسوع نستودعك هذه الكلمات البسيطة وننتظر عظمة صنيعك معهم جميعا يا رب لك الكرامة ولك كل الميت أمين 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 مبارك اسم الرب شكرا لك أخوة همير ربي باركك ويستخدمك في اسم الرب يسوع ويعطيك فوق ما تطلب وفوق ما تفتكر شكرا لك أستيس كاتور ربي باركك أكتر وأكتر وأكتر ويتمجد في حياتك أنت إناء عظيم للبركة شكرا لكم أحباء المشاهدين نلتقي بكم بس هنصلي الأسبوع ده كله عايزين متشفعين يا جماعة عايزين متشفعين يصرخوا معنا لأن دمهم سيطلب مننا مني ومنك ومنك هيطلب مننا عشان كده خلينا نقول يا ليت رأسي ماء وعيني ينبوع دموع فأبكي نهارا وليلا قتلى بنت شعبي نلتقي بكم انتألنا الرب الأسبوع القادم ليكم كل بركة ونعمة والرب معكم احنا جنود الرب إلهنا احنا نحرص عن أسوار هنا قلوب بتنادي قوانا لينا حماية وسط الأخطار نعلم حبه وموته في دانا لينا ضم عامتو المشوار ناخد نصر البعثنا قوان حظنا في مكاني أبرار يلا النادي علي في صمتنا وينكن حرص عن أسوار يلا النادي علي في صمتنا وينكن حرص عن أسوار وينكن حرص عن أسوار اشتركوا في القناة